يا راحلين إلى منا بقيابي من استطاع إليه سبيلا هل الباري عز وجل أقال من استطاع إليه سبيلا والمعنى سطحي واضح يعني ليس الحج واجبا على الكل وإنما يجب على من وجد الاستطاعة لديه على القيام بهذا النسك من حيث الوصول إليه ومن حيث الممارسة للنسك طيب من مراد بالاستطاعة قال العلم كل أوجهه الاستطاعة الاستطاعة الجسمية يستطيع يروح يتحرك يروح يجي وينشط جسم قابل لهذه الحركة لا يعاني من مرض لا يعاني من سقا من ضعف من استطاع إليه سبيلا الاستطاعة المالية لأن مثل هذا النسك مثل هذه العبادة تحتاج إلى نفق فينبغي أن تتوفر النفق إذا لم تتوفر الحقيقة الاستطاعة ما قصى ولو الجسم قوي لكن كل الاستطاعة ما وجدت وجد بعض الاستطاعة طيب كمان في استطاعة تالتي لابد منها وهي أن لا يستلزم خروجه إلى النسك ارتكاب محظوح ما يستلزم ارتكاب شيء محظوح إذا نفق موجوده وجسمه قوي لكن لما يطلع من بيطه هيك مهنيك بخروجه سيتعرض لارتكابه محظوح إذن الاستطاعة ما تمت إذن الوجوب لم يوجد نعم فهذه أمور ثلاثة يتجسد الاستطاعة تام من خلالها راحلين إلى منا بقيابي هيجتموا يوما الرحيم